تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حقوق وحريات نخصص حصة اليوم للحديث عن قوارب الموت نحو أوروبا والصراعة من أجل البقاء رغم المخاطر الجمع ونبدأ من بريطانيا فمن المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل عن قوانين جديدة تمنع المهاجرين القادمين على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريغمان أن واجب الوزراء احتجاز وإخراج أي شخص يأتي إلى بريطانيا عبر هذه الطريقة ومن المقرر أن تعلن بريغمان عن التشريع الجديد يوم الثلاثاء المقبل ووصفت منظمة الصليب الأحمر البريطانية هذه الخطة بأنها مقلقة للغاية وسبق أن وضع رئيس الوزراء ريشي سوناك إقاف هذه القوارب ضمن أولوياته الخمس نتابع هذا الفيديو وجانب من مظاهر احتجاجية تطالب بحماية المهاجرين غير النظاميين في بريطانيا نتابع هذا الفيديو وجانب من مهاجرين نتابع هذا الفيديو وجانب من مهاجرين نتابع هذا الفيديو وجانب من مهاجرين هذه التطورات في وقت تستمر فيه الهجرة غير النظامية نحو أوروبا رغم المخاطر الجمة التي يتعرض لها المهاجرون في صراعهم من أجل البقاء نرحب بضيوفنا مع المحامي المتخصص في القانون الدولي والهجرة وقضايا حقوق الإنسان الأستاذ بسام طبلية من لندن أهلا ومرحبا بك من إيطاليا سينضم إلينا بعد قليل الموظف بوكالة غوث اللاجئين الأستاذ نصر الحدوري ومن الرباط معنا الآن نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذة خديجة عناني أهلا وسهلا بضيوفي وأبدأ معك من بريطانيا أستاذ بسام طبلية أهلا وسهلا بك بداية ما الذي يجري في بريطانيا هل بالفعل هناك قرار للحد من الهجرة غير الشرعية خاصة ما يتعلق بقوارب الموت تفضل سيدي مساء الخير حضرتك لجميع المشاهدين وضيفك الكيرام بداية النعاء الجميع يعلم أنه خاصة بعد الخروج من البريكزيت لم يكن هناك تعاون ما بين الحكومة الفرنسية والمملكة المتحدة أو على الأقل التعاون في حده الأدنى الأمر الذي سمح بمرور الآلاف من الطالبي اللجوء المرورا عبر المانش إلى المملكة المتحدة الأمر الذي أغاضح حكومة المملكة المتحدة وفاق قدرتها الاستيعابية على أعداد اللاجئين ضمن فترة قصيرة تريد المملكة المتحدة أن تحد من قدوم هؤلاء الطرق غير شرعية الأمر الذي يطرح نفسه هو يطرح تسألون إذن هل هناك طرق شرعية لطالبي اللجوء؟ هذا السؤال يطرح نفسه ما دامت أنها تدعي أنها موقع على معاهدة اللجوء وهي لم ترتح بابا آخر لطالبي اللجوء بأن يقدموا طلب اللجوء من خارج بلدهم يعني يبقى هناك عدة تساؤلات عن مصداقية المملكة المتحدة بالتزامها بمعاهدة اللجوء واستقبالها طالبي اللجوء إذن باختصار شديد هي تحاول الحد من قدوم هؤلاء الأشخاص إلى المملكة المتحدة وتحاول أن تجعل حياتهم صعبة أو كل من يفكر بالقدوم إلى المملكة المتحدة بهدف تقديم اللجوء حيث أنها سوف تحاول بشتى الوسائل إحالتهم أو ترحيلهم إلى راواندا من جهة تحاول أيضا أن تفرض عقوبات قاسية على هؤلاء الذين يريدون الدخول بصورة غير مشروعة وبالتالي يصبح قرار في حال رفض طلبهم يصبح من المستحيل عليهم لاحقا الدخول إلى المملكة المتحدة علما أن في ذلك الكثير من إيجاد العقبات بالنسبة لهؤلاء الأشخاص فيما إذا رغبوا في مرحلة لاحقة على سبيل المثال يريد الانضمام إلى زوجته أو إلى والده أو والدته يبقى حقوق الإنسان هي المسيطر حقيقة لأن تبقى المعاهدات الدولية هي أرقى وأعلى من القواعد المحلية الإدارية ولكن هذا لا يعني أنه لن يستطيع أن يأتيه لكن يستطيع ولكن سوف يكون طريقه محفوف بالكثير من العقبات القانونية والنفقات أيضا في هذا ويبدو أستاذ بسام أن هناك في مضايقات كما نتابع من خلال مصادر صحفية يعني نقابات عمالية تتهم حكومة المحافظين بالتواطئ في موجة الهجمات العنيفة على فنادق طالبي اللجوء ربما الأمور أكثر توترا اليوم فيما يخص هذا الملف يعني حقيقة يعني كيف وهذا الأمر لا يستطيع فهمه يعني من جهة يحاولون التقنين على طالب اللجوء بأعطائه مبلغ 6 جنيهات سترليني في اليوم يعني هو لا يكفي وجبة غذاء حقيقة لأنه وجبة الغذاء أكثر من 6 جنيهات أو صنويش على الأقل نقول في حين أنهم يضعونه في فندق أربع نجوم بالهوليدي إن وغيرهم من هذه الفنادق الأمر الذي يتحل يعني أهم هذا الادعاء الذي تدعيه المملكة المتحدة أننا أنفقنا على المهاجرين أو طالبي اللجوء المليارات ويتضعهم في فندق أربع نجوم وهم يحلمون يكفيهم أن يجلسوا في فندق نجمة وحدة يعني حقيقة وأن يتم معالجة قضاياهم بدل أن يضعوهم في فندق يقوموا بصف هذه النقود على موظفين يتم دراسة طلب اللجوء خلال مدة شهر ولا شهرين أفضل ما يتم دراسة خلال مدة سنتين يعني هناك تناقضات كثيرة ولكن لمصلحة من؟ ما هو اللوبي الخفي الذي له مصلحة في الإطالة وفي العقود المستثرة؟ خلينا نعتبر يعني هناك الكثير من الأسئلة سنتطرق إلى الأسباب التي تم الحديث عنها فيما يخص الحد من الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا لكن اسمح لي سيدي أذهب إلى الرباط مع الأستاذة خديجة عناني أستاذة خديجة أهلا وسهلا بك شكرا لقبولك الدعوة إذن قوارب الموت نحو أوروبا مستمرة رغم التضييق رغم المضايقات ورغم أيضا هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر الجمة إن كان عند ركوب البحر أو حتى الوصول إلى شاطئ الأمان إلى الضفة الأخرى ونتحدث هنا عن أوروبا عن أكثر من بلد في أوروبا يعني كيف تفسرين أن ما زالت هذه الرحلات مستمرة على الرغم من قساوة ما نسمعه يوميا قبل أقل من أسبوع غرق قارب قرابة الشواطئ الإيطالية أيضا في نفس الوقت في اليونان وهكذا تفسير ذلك برأيك أهلا وسهلا شكرا على السبابة سهلا وسهلا أولا أريد أن أوضح أمرا ما هو أنه ليس هناك هجرة شرعية أو غير شرعية من هم نتحدث عن المهاجرين في وضعية نظامية أو غير نظامية أو الذين فرض عليهم أن يكونوا في وضعية غير نظامية بسبب العرقيل التي تضعها الدول المستقبلة لهؤلاء المهاجرين كما قلت في الروبورتاج أنه ليس هناك طرق آمنة وطرق نظامية من أجل هجرة شباب خاصة من دول جنوب دول جنوب وبالتالي الوضعية ربما الاقتصادية العالمية اليوم تدفع بالكثير من الحكومات إلى تحميل المهاجرين مسؤولية هذه الأزمة في حين الأزمة هي ناتجة عن السياسات المتبعة في هذه الدول والاتجاه نحو المهاجرين ما هو إلا محاولة يائسة من أجل تحوير الأنظار نحو المهاجرين عوض الأزمة الخانقة المستشعية الآن عبر العالم لا أظن أن الهجرة ستتوقف طالما أن هناك وضع ما يدفع بهؤلاء المواطنين والمواطنين بدول جنوب إلى الهجرة وإلى اللجوء هناك بلدان فيها نزاعات فيها حروب هناك بلدان ينعلم فيها الاستقرار والأمان السياسي والاجتماعي والاقتصادي هناك دول نهبت خيراتها بسبب التدخل الاستعماري وبسبب التدخل الأمبريالي في شؤون دول الجنوب وهناك تواطئ ما بين الحكومات في الغرب والاستبداد في دول الجنوب مما يجعل هؤلاء المواطنات والمواطنين يعيشون في أوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية صعبة جدا ستدفع أكيد كما دفعت بالكثيرين إلى محاولة الغروب من هكذا واقع الأخطر في كل هذا هو أنه عوض البحث عن حلول واقعية وعن حلول حقيقية من أجل تغيير هذا الواقع ومن أجل محاولة دفع أولئي البلدان إلى نوع من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي من أجل احسدان أبنائها ولو أن الهجرة تبقى في آخر المطاف هي حق من حقوق الإنسان أستاذ خديشة ذكرت أن الهجرة هي حق من حقوق الإنسان ولكن هذه الدول ضاقت ذرعا يعني تقول نحن لا نستطيع استقبال المزيد الآن في أزمة اقتصادية عالمية حتى شعوب الدول الأوروبية تعاني منها بشكل قاسي هذه الأيام وبالتالي هناك من يرى يعني إذا ما تحدثنا هنا عن بريطانيا أنه وجود لاجئين جدد قد يؤثر على دافعي الضرائب قد يؤثر بشكل كبير على عدة أمور تتعلق بواقع المجتمع البريطاني مثلا أو الأوروبي للألصف أن مسؤولية الأزمة التي نعيشها الآن ليس هما المهاجرون ولكن المسؤولين عنها هما الحكومات في هذه الدول التي تسن سياسات لا تخدم بشكل عام مصالح لا مواطني هذه الدول وللمهاجرين الذين سيأتون بكل تأكيد لأن هؤلاء الدول غربية بالخصوص هي مسؤولة عما يقع في دول الجنوب بشكل جزئي أو بكل عما يقع هناك عندما نذهب إلى إفريقيا ونجد أن خيرات الدول الإفريقية تذهب إلى الدول الغربية في تواطئ سافر ما بين حكومات هذه الدول والاستبداد الموجود في دول الجنوب فسنعلم جيدا أن هناك سيكون هناك عداب للأمن السياسي واقتصادي واجتماعي في هذه البلدان سيدفع بهؤلاء المواطني هذه الدول إلى الهجرة وإلى البحث عن مناطق أخرى أكثر أمنا للأسف أنه تشديد الخناق على الحلود وتشديد الخناق على الهجرة وتشديد الخناق على المواجرين لن يزيد إلا من مآسي هؤلاء سنتوقع كثيرا من الموتى نتوقع كثيرا من المفقودين نتوقع مزيدا من المآسي سواء في البحر أو في البر بسبب تضيير المشكلة أستاذة خديجة أنه من يفكر في الهجرة هو يعلم جيدا هذه المخاطر ومع ذلك يغامر بحياته عندما يكون الإنسان يائسا سيركب جميع المخاطر لم يعد لمواطني هؤلاء البلدان ما يخسرونه على المستوى الاقتصادي هم لا يعيشون حياة كريمة على المستوى الاجتماعي لا يعيشون حياة مستقرة على المستوى السياسي كل حقوقهم مهضومة حقهم في الحرية حقهم في التابير حقهم في الرأي حقهم في أن ينتخبوا من يحكمهم حقهم في أن يعيشوا بكرامة في بلدانهم وبالتالي نحن الآن أمام موجات من المواطنين اليائسين الذين سيركبون كل المخاطر ولن يهمهم من لا يستطيع أن يأتي في المساء بالخبز لأبنائه وبالمعيشة لأبنائه سيبحث عن طرق أخرى الشاب الذي لن يجد عملا في بلده سيبحث عنه في بلد الأخرى هي هكذا الأمور يعني لا بد أن نبحث عن المشاكل الحقيقية وعن أسباب الحقيقية التي تدفع إلى هذه الهجرة يعني نحن أمام خيارين أحلهما مر مر لأنه أكيد أن الدول الغربية هي مسكولة على كثير من النزاعات والحروب الموجودة الآن في العالم هي من تبيع السلاح هي من تتورط في الكثير من بؤر التوتر في العالم ما يقع في سوريا ما يقع في العراق ما يقع في اليمن ما يقع في الدول إفريقية جنوب الصحراء ما يقع في عديد من الدول الدول الغربية مسكولة عنه في التدخلات السافرة من أجل حرمانها المواطنين وشعوبات هذه المناطق من حقها في الديمقراطية وفي الحرية وفي التمتع بخيرات بلدانيا المسألة الثانية هو أن هناك تهويل كذلك في مسألة اليجر لأنه كما كان الحال الواقع يقول أن 80% من المهاجرين يوجدون في دول جنوب وليسوا في دول الشمال هناك الملايين في بلدين صغير كلوبنان هناك كذلك الملايين في دول في إفريقيا الوسطى وفي إفريقيا الجنوب الصحراء ولا يتحدثون عن ذلك مثلا بلد آخر كالأردن كذلك يضبوا آلاف من اللاجئين ومن طالب اللجوء ومن المواجئين إذن نتحدث فقط ما ينصب عليه الإعلام وهو المهاجرين الذين يدربون إلى الدول الغربية إلى أوروبا وأمريكا نعم ولكن أستاذ خديجة حتى المهاجرين الموجودين بالدول التي ذكرتها هم مشاريع أيضا للخروج هم يفكرون في الهجرة هذه تعتبر مناطق عبور بالنسبة لهم خاصة لما يعانونه من أزمات اقتصادية وإنسانية صعبة للغاية جزيل الشكر لك أستاذ خديجة عناني نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كنت معنا من الرباط شكرا جزيلا عودة للأستاذ بسام طبلية أستاذ بسام يعني وضع بريطانيا ملف الحقوقي للمهاجرين غير النظاميين شائك للغاية يعني يقال أن هناك شبكات تهريب جديدة تصعب مهمة الشرطة وبالتالي يدخل الكثير بطريقة غير نظامية إلى بريطانيا طبعا عندما يحاولون الالتفاف على القواعد القانون وبالتالي يوجدون قواعد قانونية جديدة تمنع من الوصول أو تصعب من عملية الوصول فهذا يعني ازدياد سعر عملية التهريب يعني على سبيل المثال أنا أتكلم من خلال خبرة سابقة أن أسعار ما بين فرنسا لبريطانيا وصلت إلى 7000 يورو من تركيا إلى المملكة المتحدة عن طائرات 18 ألف دولار أرقام خيالية فلكية من ليبيا من إيطاليا ألسعار يعني إلى الوصول إلى أوروبا عم تكلف بحدود السبعة ألاف لأنه لليونان 1500 إلى 3000 ومن اليونان ما بعد مبلغ آخر إذن حقيقة نحن لا نساعد ونساهم في التخفيف من هذه العملية لأننا لم نجد الحل من جذوره ما زالت كما ذكر الضيفيتك الكريمة والتي مشكورة على مداخلتها حقيقة أن الغرب هو من سبب هذه المشاكل في مناطق الشرق الأوسط وغيرها عندما يقومون بسرقة الثروات الذهب وغيرها من المناجم في مالي وغيرها وتتدخل فرنسا لحماية العصابات والمافيا عندها يعني ندك تماما أن سبب الاستقرار والحروب في مناطقنا هي الدول الغربية الرأسمالية المستعمرة التي كانت مستعمرة لبلادنا وهي ما زالت مستعمرة ولكن بطرق خفية ليس عن طريق الدبابة خلينا نعتبر ولا البندقية ولكن بطرق أخرى للأسف الشديد ما زلنا نعاني كثيرا من العمليات الاستغلال والتي تؤدي إلى عدم استقرار المنطقة وبالتالي زيادة طالبي أعداد طالبي اللجوء وزيادة صعوبة خلينا نعتبر عملية الوصول بسبب القواعد القانونية الموجودة ومع ذلك إذا ما تحدثنا عن بريطانيا يعني لا تزال حلم المهاجرين الدائم يعني السبب في ذلك رغم أنه هناك تضييقات الآن هناك يعني التهديد بالتسفير إلى رواندا يعني هناك من يقول من المهاجرين حتى لو أرسلوا ألف شخص يوميا إلى رواندا إلا أن الهجرة لا زالت مستمرة تعليقك على ذلك يعني حقيقة إذا أردنا مقارنة المملكة المتحدة بباقي الدول الأخرى نجد فيها الحرية الدينية نجد فيها الكثير من الديمقراطية نجد عملية تطبيق القانون فهي دولة قانون يعني هناك المطاب وهي الدولة التي يبتغيها الكافة الناس حقيقة بما فيهم طالبي اللجوء ولو بطرق غير مشوعة لأنه يدرك تماما أنه بطريقة ما سوف يقوم بتنظيم أوراقه ويتم اعتماده ويستقرب في هذه المملكة رغم أن هناك بعض الأشخاص سوف يتم ترحيلهم ولكن يبقى أيضا نسبة أخرى من الناس على سبيل المثال عندما يجد زوجه مثلا فرادية تزوج سوف يبقى في المملكة المتحدة هناك الكثير من الطرق والمخارج القانونية في هذا الصدد لسنا هنا بصددها ولكن هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن يستقر فيها بالمملكة المتحدة الأمر الذي يعني بنهاية المطاب أن هناك أمل برصيص أمل بالنسبة لهذا طالب اللجوء أنه سوف يقوم في المملكة المتحدة لو أنه تقاضى عن الأنظار يعني أنه شاهد الآن إلى المملكة المتحدة منذ بضعة أيام بدأت بتوريد خلينا نقول فورم بالنسبة للناس لأنها تريد أن تعطي خمسة جنسيات على الأقل اللجوء مثل بمثابة عفو تعطيهم بدون مقابلة ثانية وبالتالي الأمر الذي سيخفف من حجم الطلبات الألاف من الطلبات أكثر من 160 ألف طلب الآن لم يتم البت بهم وبالتالي عملية نوع من العفو كما ذكرت سوف تسهل كثيرا من تخفيف الحجم للطلبات المتوقفة الأمر الذي يعني بالنسبة لهذا طالب اللجوء أنه بيقول لك سوف أنتظر بضعة سنوات وسوف يتم منح عفو أو سوف يلأجد طريقة ما أو سوف أتغاضع عن الأنظار أو 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 دائما يعشم نفسه ببصيص أمل بأنه سوف يجد مخرجا لأنه نعم هناك من يتبع الثمن من خلال إعادته إلى بلده أو إعادته إلى رواندا أو 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 ولكن هناك أيضا يقال الآن أن رواندا أو بلد ثالث آمن هكذا سمعنا آخر التقارير نعم نعم الموضوع من نهاية المطاف الأمر ليس بهذه السهولة التي يمكن للمملكة المتحدة أو لوزارة الداخلية أن تقوم بإعادة من تشاء يعني ما زالت المنظمات الدولية والمنظمات للحقوق الإنسان ومكاتب المحامنة حقيقة تقف يعني في مواجهة وزارة الداخلية هو بمواجهة القرارات الجائرة والقواعد القانونية الجائرة التي لا تراعي حقوق الإنسان فهناك الكثير من الأمور التي من وجه نظرنا القانونية والحقوقية أنها لا تتوافق مع معادة اللاجئين ولا تتوقف مع قواة حقوق الإنسان وبالتالي القضاء هو سيد الموقف ونشاهد الآن إيقاف ترحيل إلى راوندا بسبب المعارك القارنية الموجودة الضغط القانوني الموجود اسمح لي أستاذ بسام أذهب إلى إيطاليا معي من هناك الأستاذ نصر الحيدوري الموظف بوكالة غوث اللاجئين أهلا وسهلا أستاذ نصر شكرا لوجودك معنا اليوم هناك نقاط عبور كثيرة منها تونس وكما سمعنا آخر الأخبار تشير إلى أن المئات من مالي وساحل العاج يغادرون تونس عائدين إلى بلادهم بعد أن وجهت انتقادات كثيرة إلى تونس إلى السلطات التونسية بالتمييز ضدهم والتعامل معهم بعنصرية هذه المئات التي تذهب إلى تونس وإلى المغرب وإلى دول أخرى من أجل العبور إلى الضفة الثانية وهي أوروبا يعني إلى أي مدى تكلف أي لاجئ يعني تكلفه ليس فقط حياته وإنما أمور أخرى هناك تمييز ضده في أكثر من مكان كيف أن نفسر هذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أتوجه إليكم بجزيل الشكر على هذه الفرصة التي أتحتموها لي لأدلي بدلوي في هذا الموضوع الشائك والذي أراكم الحقيقة تعطونه حجما كبيرا وإن كان الحجم أكبر مما تعطون ولكم جزيل الشكر على ذلك فأنتم تسلطون الضوء على محرقة عظيمة بداية من إيطاليا التي يعني يوم 26 فبراير الماضي وقعت فيها يعني كارثة كبرى رأيت بعض الصور منذ قليل على شاشة تلفازكم تشير إلى هذه المحرقة هذا القارب الذي غرق على بعد مئة متر فقط من الشاطئ وتأخرت وسائل النجدة وكانت ضحايا في الأعداد يعني الأموات فقط بخلاف المفقودين يعني سبعين شخص توفوا على عين المكان الناجون حوالي عشرة وكذلك حالتهم في الأخبار يومين الماضيين يعني بعضهم ما زالت حالته حرجة أما المفقودون فما زلنا لا نعلم عن عددهم شيئا والحقيقة يعني بقدر ما أحزنني تصريح وزير الصحة العمومية الإيطالي وبعض التصريحات الأخرى إلا أنني وجدت نفسي أمام ما يحزن أكثر من ذلك وهو تعامل البلاد التونسية وفي شخص هذا الرئيس يعني مع ظاهرة الهجرة نحن في إيطاليا وفرنسا وغيرها من البلدان نجد القواخل والكثير صح أن أوروبا يجب أن تدفع ضريبة الاستعمار ولكن بزيادة على ضريبة الاستعمار الإنسان هو ابن الأرض تونس ليست كوكبا آخر بعيدا عن الأرض ومن حق الإنسان المرور ومن حق الإنسان البحث عن شغله كما يبحث أولئك الذين هم الآن يفرون من محرقة تونس ومن الوضع المتردي ومن الحالة الخانقة التي يعيشها المجتمع التونسي وليس هناك لها من مخرج لأن كل دفع نحو العنف سوف يلقي بالبلاد التونسية في مسيرة لن تنتهي بل سوف تأتي على الأخضر واليابس لذلك فإن نجد هؤلاء الشباب هم أنفسهم هؤلاء التونسيون يأتون إلى إيطاليا وبعضهم من ضحايا هذا القارب بخلاف غيرهم فالحقيقة البوق الإعلامي التونسي يعني عندنا بوق إعلامي تونسي يسحر أذهان الناس ويقدم لهم صور يعني منفردة منفلتة لبعض الشباب يعني يورون صورة لأحد الشباب من أفريقيا جنوب الصحراء يعني ربما يكون مخمورا أو ربما يكون قد تعاطى بعض المخدرات فيقول هي أفريقي يجب أن تكون سوداء من شمالها إلى جنوبها يورون بعض الآخرين يعني في حالات من الانهيار النفسي والحالات الشديدة يعبر عن غضبه بطريقة خاطئة ويكبرون من حجم تلك الصور فحدث ما حدث من حق بعض المنازل وضرب بعض الناس وذلك بتوجيه يعني الحقيقة من الاسطول الرئاسي لأن الرئيس نحن نتصور أنه ليس بالحجم أو بالقوة والفكر الذي يمكن أن يجعله يسير مثل ما حدث في الأيام الماضية ولكن ذلك الاسطول الحاقد الذي يعني بصراحة يتعامل مع التونسيين وغير التونسيين بطريقة لا نجدها حتى في اليمين المتطرف الإيطالي بعض التصريحات فعلا في إيطاليا لليمين المتطرف لكن لم يصل الأمر إلى أن تمتد الأياد إلى أملاك الناس وأرواح الناس ودماء الناس وأعراض الناس كما يحدث ثم يختم ذلك بالترحيل ثم يحاول الرئيس تونسي البارحة أن يتبرأ من ذلك يعني بصراحة بطريقة فجة وبطريقة يعني ليس لها من مصدق إلا أولئك الذين يسحرهم الإعلام التونسي ويحاول أن يعميهم عن الحقيقة حتى على الفيسبوك نشاهد شباب تونسي وناس كبار يعني منهم بعض الأصدقاء يعني كيف يتحدث عن هذه المحرقة وهو يتكلم على أن تونس لا تكفي لأهلها ولا تكفي وهي في أزمة وبالتالي لابد من أن يعود هؤلاء بأوصاف يعني يندلها الجبين ودخلوا على أي حساب في تونس ستجدون يعني الكثير من الأمور هذه فالحقيقة عندما نرى ذلك نأسف وأمسك عن الخوض في تعامل السلطات الإيطالية وغيرها مع المهاجرين ومع ذلك يعني هل في تضييق برأيك أيضا من السلطات إن كان في إيطاليا أو إسبانيا أو دول أخرى الحقيقة إلى حد الآن هي الحلول الحلول هي الناقصة لأن تحاول على الرغم من أن الحكومة حكومة يمين ولكن نحن نعرف أن الدول الأوروبية في جو ديمقراطي تقاد بطريقة ديمقراطية بحوار ثم بالتسويت على القوانين هناك محاولات لتسوية الأوضاع ومثل القانون يعني استقدام اليد العاملة من البلدان الأصل يسمونه بانتكاريتو فلوسين هذا القانون الذي خرج حديثا وسوف يطبق يوم 27 من آذار مارس هذا الشهر والذي سوف يستقدم يعني 48 ألف مهاجر يد عاملة موسمية تبقى في إيطاليا لمدة تسعة شهور ثم تعود إلى بلادها وعليها العودة ثم إذا جاءت مرة ثانية كذلك عليها العودة وعند الاستقدام الثالث يتحصر على رخصة إقامة تسمح له بالبقاء في إيطاليا وهناك 38 ألف من اليد العاملة مطلوبة في مهن مختصة يكون قد تكون هناك ولهم شهائد في اختصاص مثل الفندقة ومثل اللحام ومثل بناء السفن نعم أستاذ نصر أرجو أن تبقى معي أعود للأستاذ بسام ربما تأخرنا عليه شوي عند التزامات أستاذ بسام عذرا لكن أود أن أسمع رأيك فيما قاله ريشي سوناك في حديث لصحيفة ميل أون سندي موجه رسالته إلى المهاجرين قائلا لا ترتكب خطأا إن أتيت إلى هنا بطريقة غير قانونية لن تستطيع البقاء وقال أيضا أن الهجرة غير الشرعية ليست عادلة لدافعي الضرائب البريطانيين وليست عادلة لأولئك الوفدين إلى هنا بطريقة قانونية وليس من الصواب أن يصبح للعصابات الإجرامية بمواصلة تجارتهم غير الأخلاقية تلك رأيك بما قاله يعني هو محق باتجاه موضوع الضرائب بنسبة لدافعي الضرائب هو محق بالنسبة للمهربين ولكنه لم يقل ما هي الطرق القانونية التي يمكن للإنسان من خارج بلده أن يقدم طلب اللجوء يعني دائما لا يوضح بشكل دقيق ما هي الطرق المتاحة أو جدني أعطيه البديل لهذا الشخص وهو سوف يأتي بطريقة قانونية أما عندما تلمح بأي طلب أنك تريد أن تقدم طلب اللجوء في المملكة التي تقدم للسفارة سوف يتم رفض طلبك مباشرة إذن لا يمكنك تقديم طلب اللجوء من بلدك لا يمكن تقديم طلب اللجوء من خارج بلدك لا يوجد طريقة إلا الدخول بطريقة غير مشروعة يعني هذا الطريق وهو خلاف ما نصت عليه المعاهدة اللاجئين لأن باختصار شديد قالت أنه الشخص الذي يشعر بقطر على حياته وفق تعريف معين أسباب معين وضع الضوابط لم تقل أنه يجب عليها أن يقدم يدخل بطريقة مشروعة أو غير مشروعة لم تقل يجب عليها أن يحصل فيزا لأنه الشخص لا يستطيع الحصول على هذه الوثائق لا يستطيع الحصول على هذه الوثائق يتم دراسة طلبه أثناء بعد أن يتقدم بالطلب يعني هناك الكثير من التناقضات حقيقة مع الاتزامات الدولية يعني عندما يريد هو يدافع عن مصالحه المصالح التي يمثلها يمثل وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء نعم نتفهم ذلك ولكن هناك التزامات عندما خلينا نعتبر أن المملكة المتحدة تقف موقف الحيادي كسائر بعض الدول الأخرى على سبيل المثال لا تتدخل لا تدعي أنها عضو في مجلس الأمن وأن لها صاحبة الفيتو وأنها مسؤولة عن التدقل وتمارس حقها كشرطية في المجتمع الدولي عندما نشاهد أنها تستخدم مصالحها وتضع القواعد القانونية التي تفيد مصالحها عندها يعني يمكن إذا لم تتدخل يمكن أن نقول أوكي في أنها لا يوجد عليها هذا الالتزام الدولي ولكن عندما تكون تتبرع وتنجدها تتدخل وتحاول بجاهيتها بالتدقل بشؤون الاقتصادية والسياسية ولا كثير من هذه الدول عندها نقول لا الغرم بالغنم بمعنى آخر كما أنك تغنمين من الدول الأخرى فيجب عليك أيضا أن تغرمي بتتحمل هؤلاء اللاجئين وأن يكون هناك ثمن يجب أن تدفعي مقابلها أستاذ بسام ولا أحد على أن يخبر نعم الخطة الجديدة التي تتحدث عن الحد من قوارب الموت أو القوارب التي تعبر إلى السواحل البريطانية أثارت العديد من الأسئلة حول كيفية العمل بها يعني الصليب الأحمر البريطاني قال أن الخطط الجديدة لن تقدم الكثير لإيقاف الأشخاص من المخاطرة بحياتهم بحثا عن الأمان وأيضا هناك جمعية التحرر من التعذيب أشارت إلى أنه وهي جمعية توفر العلاج لطالبين اللجوء قالت أن القوانين الجديدة هي قوانين انتقامية وغير فعالة وكذا بعض المعارضين أشاروا أن تسفير هؤلاء إلى رواندا ليست هي وجهة آمنة وأن الخطة تنتهك قوانين حقوق الإنسان نعم يعني حقيقة أن هذه التصريحات بالنسبة للتصريحات السياسية للسيد الرئيس الوزراء هي سوف تثني الإنسان الغير جدي والغير حقيقي في طلب اللجوء الإنسان الذي ليس في حياته خطر ولكنها لن تثني على الإطلاق من هو صاحب حق وحقيقة يعاني وهو صاحب قضية هؤلاء الأشخاص الذين يهربون من اليأس يهربون من الموت لن يثنيهم قواعد قانونية بسيطة لن يثنيهم أي قانون يحد من سفرهم هؤلاء فقدوا كل شيء حياتهم في خطر هم يهاجرون هم يهربون من أجل الحياة أفضل وبالتالي هم حقين في هذا الموضوع لذلك أنا أشارك الآراء التي قالت صادرة من المنظمات الحقوقية أن هذه القواعد القانونية سوف تجعل حياة طالبي للعجوء أكثر صعوبة ولكنها لن تمنع من قدوم هؤلاء إلى المملكة المتحدة نعم يمكن أن تقلل الأعداد ولكنها لن تمنع لن يكون هذا الهامش السؤال الأخير قبل أن ننتقل إلى ضيفنا الأستاذ نصر سيدي أستاذ بسام ويعني نتركك لأعمالك ماذا عن مصير أكثر من أربعمائة طفل أربعمائة قاصر دخلوا الأراضي البريطانية عبر البحر بطريقة غير نظامية الآن هم مختفون ويقال أن السرطة في صدد البحث عنهم هل من أخبار جديدة؟ السؤال موجهة إلي عفوا؟ نعم نعم أستاذ بسام نعم حقيقة سوفني أن أقول لك أننا في قضية البارحة نتواصل مع قسم الشرطة عن فقدان شخص امرأة قدمت إلى المملكة المتحدة وقدمت يبدو أنها قد قدمت لجوء اختفت خلينا نسميها ننتصل بالشرطة وإذا الشرطة تقول لا يوجد تعاون مع دوائر الهجرة والمطارات وغير ذلك يعني هم ما يردوا عليهم ما في هذا يعني التعاون صعب ما بين الشرطة ووزارة الداخلية تصور يعني فيما بينهم فناعم أنا أتصور أن الأطفال هم في مكان آمن لأن هناك قواعد قانونية صارمة جدا فيما يتعلق بالأطفال تحت القائل الفقرة 55 التي أوجدت على الوزارة الداخلية أعباء كبيرة عندما يتعلق بموضوع في الأطفال لذلك أنا أتصور أنه نتيجة ومن أجل حماية هؤلاء الأطفال تم نقلهم إلى أماكن آمنة يتم معالجتهم يتم رعايتهم يتم تداول قضيتهم لأنه ملزم وزارة الداخلية ويقال أن هناك عدد كبير منهم فقد عند الدخول الأراضي البريطانية بعد إيوائهم هل هناك برأيك عصابات المتاجرة بالبشر تساهم في اختفائهم؟ لا أتصور ذلك حقيقة لأن كما ذكرت هناك الكثير من مراكز الرعاية بالنسبة للأطفال ويتم تعيين لكل طفل يتم تعيين موظف من السوشال ووركر وبالتالي هناك مسؤولية كبيرة على هذا الموضوع ولكن لا يريدون بجوز يعني فرضنا أن يسلط الأضواء على هذا الموضوع لا يريدون أن يحسن حساسيته طبعا حساسي يريدون أنه والله الطفل يجيب أبو أمه يصير بعد شوي الكثير من الأمور في هذا الصدد لا أتصور أنهم مختفين عن الرادار أو غير معروفين وجهة نظرهم ولكن يتم معاملتهم بتصور يعني من خلال الخبرة السابقة يتم معاملتهم معاملة جيدة في هذا الصدد لا أتصور أن هناك حظة موشاهمة نصص في القانون الدولي والهجرة وحقوق الإنسان الأستاذ بسام طولية كنت معنا من لندن أكيد الحديث بقي عودة للأستاذ نصر الحدوري من إيطاليا أستاذ نصر تعددت الأسباب والموت واحد هذا حال شبابنا ليس فقط الشباب حتى النساء حتى الأطفال الرضع الكل يغادر أوطانه اليوم مع الأسف موجة جديدة موجات وليست موجة جديدة من الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية رغم كل المآسي والقصص التي نسمعها إلا أنه يبدو أنه حاجز الخوف من المجهول كسر لدى الكثير من الشباب الذين يرغبون في الهجرة نعم هو معادلة بسيطة نستطيع أن نفهم أن الخطر الذي سيقدم عليه من يريد الهجرة يجعله يعني فعلا يقدم عليه لأن يعرف أن وراء هذا الخطر هو خطر أكبر منه نعم انسداد الأفاق وريق الحريات لهذا كله في حد ذاته يجعل الإنسان أحيانا يغامر إذا كان الموت وراءه فإمكانية النجاة أمامه صح يعني الرحلة صعبة رحلة فعلا يعني نحن نجهل الكثير الكثير من جانبها الأسود لأن هناك من لا تصل إلينا أخبارهم هناك من ينطلقون من السواحل الجنوبية إلى هذه السواحل الشمالية ويغرقون دون أن يكون في ذلك الحساب ورغم ذلك فالأعداد كبيرة جدا يعني من الذين يصلون إلى هنا والذين نسمع أنهم قد ماتوا على الحدود ففي وسط البحر يعني أكثر من ذلك المأساة كبيرة والإصلاح غير موجود والدعم للدكتاتوريات في الضفة الجنوبية هو متواصل يعني الحقيقة ما نراه أنا أتحدث ربما تعمقت شوية في الوضع التونسي اسمحوا لي في ذلك لا تفضل تفضل ما هو المأساة واحدة الحقيقة أن ما نراه اليوم هو اللاعقلانية في تسيير دولة الغفلة عن الجانب الاجتماعي الغفلة عن الجانب الاقتصادي شباب فعلا الآن يعني ليس أولئك تلك التنسيقيات التي نراها ونسمع عنها ونقرأ أولئك في الفيسبوك أو الروبوتات التي تضخم من حجم المساندين لهذا الرئيس هذا كله يعني الحقيقة يعمي على بعض التونسيين في يتصورون أن المساندين لهذا الرئيس أكثر مما يتصورون فالحقيقة يقع في أنفسهم فينهزمون وبالتالي لا يملكون إلا المغادرة هناك الحقيقة يعني غفظ طرف من الغرب عن هذا الرئيس وعن الوضع القائم هناك انتهاك للحريات هناك يعني أناس على مستوى عالي يعني يقع الزج بها طيب ما الحل أستاذ نصر هل يمنع الشباب من الهجرة يعني هناك خفر حدود دائما يراقب هذه القوارب بعضها يمسك بعضها يعني يعني ينطلق دون ويغادر دون حتى أن ينتفق خفر الحدود له هناك اتفاقيات وتنسيق بين الدول الأوروبية والدول العربية دول المنطقة المغاربية أنصح التعبير ومع هذا كله يعني تنجح الكثير من القوارب في العبور وهناك أعداد يقعوا يعني تعرض لها وارجعوا هناك وربما هي هذه الأعداد التي اليوم يعني رئيس الذي قبض الثمن من أجل أن يصد الهجرة يعني وهؤلاء الشباب الأفارقة من جنوب الصحراء الذين وقع منعهم وبقوا في تونس هم أنفسهم الذين يعتبرهم اليوم يعني خطر على البلاد التونسية قبض الثمن وفعل فعلته ثم الآن ولكن أستاذ ناصر عذر عن مقاطعة يعني وجودهم في تونس هو فقط للعبور مرحلة مؤقتة يعني هم لم يخططوا البقاء في تونس أنا أعرف يعني من أدخلنا من الوسطة التونسية أنا من بين منطقة قفصة وسيدي موزير صدح يعني أنا أعرف أن عندنا صابة الزيتون الآن صاروا هم من يخطفونها أن صابة اللوز أن الكثير من الأعمال الفلاحية يقومون بها رعي المواشي شبابنا بالظروف وبالمدرسة التعليمية المتهرية الآن صار يعني مدمنا على الواتساك ومدمنا على الفيسبوك ومدمنا على مثل هذه الأشياء هناك يد عاملة محلية تزهد في بعض أنواع الأشغال هذا الكلام يعني من مدة طويلة وبالتالي فيهم فعلا الجريمة موجودة ككل بلاد ولكن يجب أن نتحدث عن النسب هي كما أن في المجتمع التونسي هناك نسب الجريمة فإن أعداد غفيرة بالآلاف يجب أن يكون فيهم مجرمين يعني يجب بالمعنى العقلاني يعني بالمحاولة تنسيب العدد فهناك بعض المجرمين هناك بعض هؤلاء فلماذا لا يتعامل معهم أساسا ويحافظ على الذين يعملون بعض الذين وقع ترحيلهم هم أناس يزاولون أعمال يزاولون أعمال معينة فالحقيقة نحن لنقول لا يتعامل مع مثل هذه الوضعية ولكن على الأقل بطريقة إنسانية وبإعلام يحترم نفسه ولا يتعرض للناس وأعلام يحترم الجليات التونسية الموجودة في نيجيريا في غانا في سينيغال في غيرها من البلدان عندنا آلاف من المستثمرين في أفريقيا الآن عندنا هنا في إيطاليا اليوم السياسيون فيهم من يتبجح يقول أنتم تعيروننا وأن تعيروننا بالسوء التعامل مع المهاجرين أنظروا في بلادكم تفعلون ذلك هذا المشكلة الحقيقة والله نعم فعلا مشكلة أستاذ نصر ولكن عندما نتحدث عن الحلول والعلاجات وعلى ما يبدو الأوضاع في بلادنا من سيء إلى أسوأ نتيجة كل التطورات إن كانت الأزم الاقتصادية إن كانت الحرب الروسية الأوكرانية والكثير غيرها وما أصاب الناس من معاناة جديدة بعد الزلزال المدمر في تركيا وسوريا كل هذه الأمور تجعل المهاجر من دمر منزله من شردت عائلته وبالفعل أن يفكر بالهجرة معتقدا بأن الهجرة دائما قد تكون هي الحل رأيك بذلك؟ القضية هي الهجرة هي الحل إذا وجدنا طريقة الوصول الآمن هناك بعض الجسور الجوية حدثت من ليبيا نحن عندنا في المكان الذي نشتغل عندنا بعضهم من جاء عن طريق جسر جوي ما بين ليبيا وإيطاليا وهم الآن يعني يتعلمون اللغة الإيطالية يتعلمون الحراف يعني قدمت لهم الرعاية الصحية الكاملة هذا يعني لو وجد ذلك لا قلنا يعني فعلاً كويس لكن المشكلة هي هذه الرحلة البحرية وهناك موجة جديدة أيضاً من المغرب إلى مصر يعني شباب يأتون عن طريق تركيا ثم بعد ذلك بعد أن يخرجوا من تركيا يعني يقطعون المسافات في الغابات ويتعرضون لعديل عديد من الجرائم أنا لم أتابع ولا أدري هل هناك يعني بث إعلامي نعم هناك جرائم وهناك استغلال للمهاجرين نعم هذا يحدث وهو بطريقة يعني الحقيقة صعبة جداً على هؤلاء في القادمين والذين يأتوننا من خلال الشمال الإيطالي ولكن الحقيقة أنا أقول لك يعني شباب الحقيقة بعض المنظمات الإسلامية حتى المساجد والجمعيات الخيرية الآن يعني صارت تنتبه جداً لمثل هذا وتقدم الخدمات والخدمات ليست فقط في اللباس والأكل وإنما في التوجيه بأن أن نترك هؤلاء يعيشون كما يريدون وقعت من خلال ذلك بعض الاهتزازات الارتدادية على بقية الجالية لذلك فنحن اليوم نشعر بحالنا ونشكر من تقدم القيام بهذه العملية في عديد مساجد إيطاليا وأدعو البقية من خلالكم إلى مزيد من الجهد ومزيد من التوعية ومزيد من التوجيه ومزيد من الخدمات وخصوصاً التوجيهية والتعليمية طيب أستاذ نصر هذا كلام في غاية الأهمية ولكن يبقى الوضع في الدول الأوروبية ليس كما كان في السابق يعني هناك حسب ما سمعنا بأنه هناك إجراءات بين الدول الأوروبية بعدم استقبال المزيد من طالبي اللجوء أو المهاجرين غير النظاميين لكون أنه أصبحوا يشكلوا ضغط على هذه الدول يعني الآن وضع اللاجئ هو أصعب بكثير من قبل رغم أنه في قوانين دولية تحمي حقوقه هو هذا إذا تحدثنا عن الجسور الجوية عن الناس الذين يطلبون اللجوء من خارج البلدان التي يطلبون فيها اللجوء لكن الحقيقة الوقية لا أرى أن هناك إمكانية للتدخل وصد هذه الهجرة المهاجرون لا زال يواصلون من يمنح اللجوء يعني تسوى وضعيته ومن لا يمنح اللجوء لم أرى تسفير خصوصا في إيطاليا يعني تسفير قليل جدا يعني في حق التونسيين لأن هذا موجود في العادة لما يطلب إنسان اللجوء في إيطاليا يعني يمر عليها أحيانا من ستة شهور إلى سنة حتى يجاب لكن ببعض الاتفاقيات السرية مع الحكومة التونسية يمكن للبهاجر السري من تونس أن يعرض على القضاء أو على الكميشن هذه اللجنة التحقيق في منح اللجوء من عدمه يعني أحيانا في ظرف عشر أيام وتقع بعض الرحلات إلى تونس كلها مدفوعة الثمن ومقبوضة هناك لكن البقية هم هنا هناك الآن طرق أخرى لمنح الإقامة القانونية ما يسمى بالسبيشل بروتكشن يعني الحماية الخاصة هذه الآن هي تحل جزءا كبيرا كبيرا جدا من أعداد المهاجرين اللاجئون إذا تكلمنا عنهم يعني خصوصا أنا تكلم عن إيطاليا أكثر شيء إيطاليا لا تقدم خدمات للاجئ وللمهاجر إلا لفترة محدودة يعني تعتني به لإدماجه ويعتبرون أن فترة الإدماج ما بين ستة أشهر وسنة بحالات قليلة يستمر إلى ستة أشهر لذلك كثير من اللاجئين يذهبون يعني يعتبرون إيطاليا نقطة عبور وينتقلون منها إلى دول أوروبية أخرى كبريطانيا والدول الإسكندنفية نعم المدوع نحن منطقة عبور يعني هذه معروفة حتى أن الأجيال أنا شخصيا عندما أتنقل في أوروبا يعني حيثما ذهبت أجد يعني أناس أعرفهم لأننا نحن استراحة يرتاحوا فيها هذا المسافر المهاجر يعني في مسافره استراحة مقاتل يعني نتمنى أن تتغير الأوضاع ويعود أصحاب الأرض إلى أوطانهم الأصلية بعد أن تستقر الأمور بحول الله جزيل الشكر سيدي الكريم لكن المهم عندما نطرح هذا الموضوع ربما من أجل حماية هؤلاء المهاجرين لأنهم لهم حقوق ويجب احترامها وصيانتها شكرا جزيل أن وجودك معنا أن نوظف بوكالة غوث للاجئين الأستاذ نصر الحيدوري كنت معنا من إيطاليا شكرا على هذه المشاركة وأكيد للحديث بقية المشاهدينا إلى اللقاء